موضوع تاني ومن ضمن الموضوعات المهمة وحركة ذكرتها وهو التدخين يعني فكرة ان انا ادخل جسمي كمية كبيرة مثلا من نوكوتين او المدخنين بشراها سواء بقى سجير او انواع اخرى يعني هل ده دكتور برضو ممكن يكون لي تأثير على الجزئين اللي احنا بنتكلم عليه من النهاردة تأخر الانجاب والقدرة الجنسية ليه تأثير وتأثير قوي جدا نكلم كده الاول مثلا على القدرة الجنسية احنا بنتكلم ان العضو الزكري ده بنعتبره من اعضاء الدورة الدموية عندنا في الجسم يعني زي ما طبيب القلب حيقول للمريض زي ما احنا حنقول للمريض لان احنا عايزين الدورة الدموية دي تبقى سلكة تمام تدخين من اكتر الحاجات اللي ممكن يكون لها تأثير سلبي على الدورة الدموية فاثبت ان التدخين من اكتر الاسباب اللي تؤدي للضعف الجنسي العضوي عند الشباب الحاجة التانية اللي اكتشارناها قريب ان التدخين الجامد بيقدي الى نقص في هرمون مهم للرجل اسمه هرمون الزكورة او هرمون التستوستيرون تمام وده هرمون هام جدا سواء للصحة الانجابية او للصحة الجنسية تمام طيب نيجي بقى علاقته بالصحة الانجابية عددي اول حاجة تشوهات الحوانات المنوية احنا بننتج حوانات منوية وفي نسبة مسموح انها ما تكونش في الشكل الطبيعي بتاعها لما بتزيد التشوهات بتقل فرص الحمل خالص تمام من ضمن اهم الاسباب هي التدخين نيجي بقى على الحاجات اللي هي ممكن يكون فيها ادمان بكل اسف فهي لو هنتكلم على الاشياء المضمنة زي الحشيش او زي اشياء تانية طبعا لها تأثير سلبي اولا غياب العقل واننا اكون مش مركز حدث ولا حرج حدث ولا حرج نقص هرمون التستيروم برضو مربوط بهم تشوهات الحوانات المنوية وضعف الحركة برضو مربوطة بهم في دكتور فئة كتير قوي تقولك انا بدخن او بشرب السجارة الالكترونية ودي امان وانا يعني بطلت ال هل يا دكتور هي فعلا امان يعني ولا زيها زي باقي السجار العادية دي للأسف خدعة وقعنا فيها من شركات التدخين انها عايزة تبيع مهي كده هي بتفقد العملاء بتوح فالمفروض ان السجارة الالكترونية دي تكون بديل مؤقت مش تكون بديل دايم يعني هم اخترعوها ان هم هي فيها نيكوتين ولكن النسبة اقل فالمفروض علشان ايه يبقى خطوة ان انتي بعد شهرين ثلاثة اربعة تقليعنا التدخين اللي بيحصل ان هو اصبحوا استبدال فهي طبعا ديها مشاكل ونفس المشاكل حتى وينقلت الجرعة بتاعتها الى جانبنا دلوقتي بقى بدأوا يقولها مشاكل كتيرة على الرئة بتاعتنا يعني مش امان خالص لا هي مش امان طبعا دلوقتي لو عندنا حد بيدخن وحصلت له فعلا مشاكل سواء عن القدرة الجنسية او على تأخر انجاب العلاج ايه دكتور هل مجرد ان هو هيبطل تدخين الدنيا هترجع تتزبط تاني زي الاول ولا بيحتاج لعلاج دوائي مثلا بصي طبعا احنا ما نقدرش نحصرها في التدخين فقط لان انا طبعا هيطلعوا لي المدخنين يقولوا لي طب ما فيه كتير او مدخنين ومخلفين يعني ما عندهم مش بشكل الكلام ده مصبوط طبعا احنا بناخد المرض دايما بشكل اجمالي يعني وليكن واحد عايز يخلف وعنده مشكلة مثلا في ضعف الحركة وتشوهات زيادة في السائر المنوي نبتدي نبحث عنده التهابات ولا لا عنده دوالي ولا لا طخين محتاج يخص ولا لا بياخد ادوية ضر هذا ولا لا مدخن ولا لا فاذا هي جزء من الاناب انا بشبهها كده ايه انت داخل امتحان وعندك ايه خمس مواد بتذكرها ماينفعش اركز على مادة واسيب الباقي انا عايز انجح كل ما انا كسفت جهودي وانا انا ذكرت كل المواد بقت فرص نجاحي اعلى فانا بقوله احنا في عرض اي حاجة تساعدنا ارجوك تمام